السلام عليكم. اهلا بكم في قناتي. النهار دعا نكتب مع بعض موضوع تعبير عن عمل. واهميته للفرض والمجتمع. الانسان في حياته اليومية يعيش وسط مجموعة كبيرة من البشر. وتلك المجموعة التي تعيش معه في المجتمع هي الاشخاص الذين يقومون بالمشاركة المهمة معه في كافة الاشياء التي يمكن له ان يقوم بها في حياته. فمن المعروف ان الانسان الكائنات التي تحب التعاون. وتلك هي الفطرة التي خلقنا الله عليها. اه ومن اكثر الاشياء التي يمكن ان تدل على التعاون هو قيام الفرض بمشاركة غيره من الاشخاص. في بعض العمال المهمة والعمل من اهم الاشياء التي يمكن ان يظهر فيها الانسان التعاون معهم لكي يتمكن كل منهم من انجاز الجزء الخاص به او المهمة الخاصة به في العمل. اه عناصر التعبير بتاعنا. اه واحد المقدمة اثنين اه اثر العمل في حياة الفرد والمجتمع. تلاتة ما هي اهمية العمل بالنسبة للفرد وبناء الوطن. اربعة ما هي اهمية العمل بالنسبة للمجتمع. خمسة قيمة العمل. ستة خاسمة موضوع تعبير عن العمل. اه واحنا هنا بقول لكم يريد تشتركوا في القناة. اه وتضغطوا لايك للفيديو لو عجبكو. اه ويا رب كل واحد في نحق اللي بيتمنى. اه مقدمة عن العمل من الاشياء التي يكب على الانسان ان يعلمها. ان العمل من اهم الاشياء التي قد يحتاجها في الحياة. اه فالعالم فيه تزايد مستمر كل يوم. بيمر على الانسان في حياته. وهذا التزايد المستمر. اه هو الذي يمكنه ان يجعل الانسان اه تزايد احتياجاته الخاصة به. او التي تزايد بشكل مستمر. مع زيادة التوسعة والتطور الذي يمكن ان يحدث فيه العالم من حولنا. وكذلك في ان الانسان في كافة المراحل العملية التي يمر بها. في حياته تكون كم المرحلة من تلك المراحل. لكل مرحلة مسؤوليات خاصة به. والتي يجب على الانسان ان يتحملها وان يحاول الوفاء بها. كما ان لكل مرحلة من تلك المراحل العملية الاحتياجات الخاصة التي يمكن ان يحتاج اليها الفرد في بعض instاسي. ففي كل يوم من ايام الانسان تتغير الاشياء التي يمكن ان يحتاج اليها. اه فكلما قبر الانسان وتغير مكانته الوظيفية او قبض اه غير ذلك. بالانسان كلما ادلت الاشياء التي احتاج اليها مختلفة فالانسان لا يمكن ان يظل على نفس الاحتياجات اه في المراحل المراحل الماضية. اصل العمل في حياة الفرد والمجتمع. اه كما ان الانسان في وقت من الاوقات كتنزوج وينجيب الاطفال وفي ذلك الحالة يتزاد مسؤولياته على الفرد. اه ويزبح بحاجة الى الشيء الذي يمكنه التحمل كافة تلك اللفقات التي تحتاج اليها الاسرة. والتي يمكن ان يحتاج اليها اولاده وكل تلك الاشياء لا يمكن ان تتحقف الا من خلال العمل. كما ان الانسان يجب عليه ان يهتم بالعمل. فهو من اكثر الاشياء التي يمكنها ان تكون اه الشخصية المهمة للفرد. ان تكون اه وتحمي اه وتحمي كرامته. اه من صلب الماونة بالاي شخص من الاشخاص. لان في هذا الترسل الاخنوع من انواع الاطلال والمهانة بالنسبة للفرد بالعمل. يغني الفرد عن السؤال واجعله وقدران اعرف حصول المال كافة للتزامة للتزامة. وما اهي عمية العمل بالنسبة للفرد والوطن? يعتبر العمل من اهب الاشياء التي يمكن ان تقوش اخطاء الانسان. فالعمل منها الامور التي لا يمكن الاي فرد من الافرد ان يستغل عنها في اي حال من الاحوال. فهو جدا بالنسبة الى كل فرد. والاهمية التي قد تكون عامل في حياة الفرد هي سبب احتياجات الفردية. نفس الكلام. وادوات واشخاص واشياء اخرى. وكل تلك الاشياء تكبر طبقا للمرحلة التي يمكن ان يصل اليها الانسان في حياته. والهزف ان الانسان في مرحلة معينة من المرحلة التي يمكن ان يور بها في الحياة. يحتاج الى نوع من الواع الداخل التي يمكنهم يمكنهم الحصول على كافة تلك الاشياء والتي يمكنها ان تسهل المجرى العام للحياة الفردية التي يعيشهم. اعتدد احتياجات الاسرة بالاساء التي ياجيب على الانسان ان يفعبها. هو ان هناك مرحلة بالمراحل العمر بالنسبة للفض والتي يمكن ان يتزوج فيها. وفي تلك المرحلة يمكن ان يكون له مازل الاسرة مستقbrدة. وتلك الاسرة مكونة من عدد من الاسراد الذين يتشاهيون معه في المازل والحياة بوقها. يكون الفض من الافراد تلك الاسرة هو شخصية مستقلة لانتهال фотографيات ونفاصلة التي يمكن ان يحتاج اليها فيها الحياة التي تختلف بخلاقها في فعال العملية التي يعيش فيها وكل تلك الاحتياجات بالنسبة للأسرة من الأشياء التي يجب على الإنسان أن يتحمل ويسؤولياتها يعملها بشكل عام واستبهل وحيدة لكل تلك الأشياء هو العمل القرامة أن العمل من أهم الأشياء التي يمكنها أن تحفظ قرامة الإنسان الخاص فهو لذلك الكسر والأشخاص الذين يبحثون عن العمل المزأ أعمال التي يمكنهم من القيام بها حتى وإن كانا مقابل لماذي لها غير كافي ولكن على قال في ان ما يمكنه الحصول عليه في مقابل قيام باحد العمل يمكن ان يحفظ على قرامات المقصة بين الناس وهزا عن طريق قيام الانسان اللي سن يحتاجاته ان الاشياء التي يجب عليه الحصول عليها في الحياة بنفسه وعدم تعريده الى طلب المعنى او الصدقة من احد الاشخاص فازت تصرف اكثر الاشياء التي يمكنها ان تقتل القرامة الخاصة للانسان قيمة العمل من اهم الاشياء التي يمكن ان تعود على الانسان من العمل هو ايضا الانسان في حالة قيامه بنوع معايا من الاعمال. فهو بذلك يقوم ببناء الشخصياته المستقلة. فان العمل من الاشياء التي يمكنها تساعد على تكوين ما هي العمل الانسان وهو الشيء الوحيد الذي يمكنه ان يجعل الانسان قيمة في الحياة. قيام الانسان بنوع من اعواء الاعمال التي يمكن لها وان يقوم بها من اهم الاشياء التي يمكنها ان يشعر الانسان بان له وجود في الحياة. وتدع له يشعر بالكسر من الثقة والنفس الى جانب كافة الاشياء الاخرى والمهمة التي يمكن ان يوسطها العمل بالنسبة الى كل انسان على حسب شخصيات. ما هي اهمية العمل بالنسبة للمجتمع? ان العمل من اهم الاشياء التي يحتاج اليها الانسان في حرائته اليومية والشخصية. ولكن على حد ان سواء من اهم الاشياء التي يحتاج الى المجتمع ككل. فالعمل اللي كما انه مهم بالنسبة للفن هو من اشياء المهمة للمجتمع كذلك. وتقبل الهم بها القصوى العمل بالنسبة للمكتبع في الوعي. بلا الأشياء التي يمكن أن يستفيد منها للمكتبع ككل بخلال العمل هو الوعي العام لكافة عناصر المكتبع. في كافة البجالات التي يمكن أن يعمل فيها الإنسان. وفي كل مرة يعمل فيها الإنسان يمكن أن تزايد الخبرة التي يمكن أن له الفصول عليها من هذا العمل. وكذلك في الخبرة المتبادلة بين العناصر المشتركة التي تسترجم مع بعضها البعض في عمل واحد للأشياء المهمة والتي يمكنها ترمي الوعي العام بالنسبة الى كافة فئات المجتمع. وتلك من اهم الاشياء اللي في يقوم بها العمل بالنسبة للمجتمع. التعامل المشاركة كذلك في ان هذا العمل الذي يمكن ان يقوم به الانسان من خلال من اكثر الاشياء التي يمكنها ان تنظر التعامل بين الناس فالمعروف ان كافة المجلات التي يمكن ان يعمل به الانسان تحتوق على غيره من العنصر والايد العاملة والذين يعملون معه في نفس بجال العمل الذي تواجد فيه. فكل فرد من افراد المزومة العملية. له دور من الأدوار والتي يقوم بها في العمل. وبذلك فإن وجود الإنسان في إليك المنظومة يعدناه من أنواع التعاون في كافة العمال المتواجدين في هذا المكان الذي يعملون به. يتعاونون مع بعضهم البعض من أكل القيام بإنتاج أفضل الأشياء التي تقوم بالمؤسسة بها المنافس. من الأشياء المهمة التي يمكن أن تتواجد فيها العمل والتي يمكنها أن تفيد المجتمع بالكامل وهي أنه في حالة تتعامل الفرد مع مجموعة من الأفراد في المكتبع فإن هذا من الأشياء التي يمكنها أن تخلق نواع من ألواع المنافسة. وتقررت فمن أكثر أشياء ل Vietnamese تخلق التحدي وتنقل الإنسان يحاول أن يعطي أقصى ما لديه من أجل الصيام بهذا العمل. الثقافة من الأشياء التي يجب علينا ان نعلمها أن العمل من أكثر أشياء التي يمكنها أن تفيد المكتمع ووجود العديد من أطلع من أهمو الأشياء التي يمكنها قد عشرة العمل والوعي. تقرأ الأطلع العم بالفكر الراقي. من اهم من الاشياء التي يمكن ان توقل المجتمع بالكامل لانه هو الاضدهار الاقتصادي الخاتمة. من اكثر الاشياء التي لا يمكن ان يستغني عنها اي فرد من افراد في المجتمع هو العمل فهو السبيل وحيث لتكون شخصية الحقيقة واثبات الوجود في حياة الانسان. اكتبوا تعليقاتكو لو عايزين ما اوضاع جديد. اه وشكرا لحسن استماعكو. اه ياريت تشتركو في القرية والتعاملوا لايك للفيديو. اشوفوا الفيديو دي ان شاء الله.